بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في الوحدة الثالثة من مقرر المحاسبة المتوسطة 1-203 حسب بعنوان النظام المحاسبي ودورة تشغيل المعلومات ومضمون هذه الوحدة تم التعرض له بالتفصيل عند دراسة الجزء الأول من المحاسبة وهو المتعلق بمبادئ المحاسبة أو أصول المحاسبة وسوف يتم التعرض له في هذا المقرر بشيء من الإيجاز كتمهيد لدراسة الفصول القادمة وقد ذكرنا في الوحدة الثانية بأن الهدف العام للنظام المحاسبي هو توفير المعلومات المالية أو المعلومات المحاسبية المفيدة لمتخز القرارات أو لمستخدم تلك المعلومات سواء كانوا من داخل الشركة أو من خارجها لذلك فإنه من المؤكد أن النظام المحاسب الجيد هو النظام الذي يستطيع أن يفي باحتياجات مستخدميه من المعلومات بالرغم من اختلاف رغباتهم وتباين اهتماماتهم وتختلف النظم المحاسبية تبعا لنوع وطبيعة العمليات الاقتصادية وكمية البيانات التي يتم تشغيلها والتي تحتاج إليها إدارة المنشأة والأطراف الخارجية ونبدأ في هذه الوحدة باستعراض المصطلحات المحاسبية الأساسية حيث تعتمد المحاسبة المالية على مجموعة من المفاهيم بغرض تحديد وتسجيل وتصنيف وتفسير المعاملات والأحداث الأخرى المتعلقة بمنشآت الأعمال هذه المصطلحات المحاسبية الأساسية يأتي بيانها على النحو التالي الحدث الحدث هو عبارة عن واقع ذات أسر عملية مالية حدثت سواء كانت داخلية أو خارجية وهو الذي يؤدي أو هو سبب التغيرات التي تحدث في الأصول والالتزامات وحقوق الملكية المعاملة هي عبارة عن حدث خارجي ينطوي على تحويل أو تبادل بين وحدتين أو أكثر الحساب وهو أمر هام جدا في المحاسبة هو عبارة عن ترتيب منظم يظهر تأثير المعاملات والأحداث على أصل معين أو على حق ملكية معين هناك نوعان من الحسابات الحسابات الحقيقية والحسابات الإسمية تتمثل الحسابات الحقيقية وهي التي تسمى بالحسابات المستمرة أو الحسابات الدائمة تتمثل فيه كافة حسابات الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والتي تظهر في قائمة المركز المالي أو هي التي تكون عناصر قائمة المركز المالي وهي كما قلنا حسابات دائمة أي تستمر لفترات مالية متعددة تأتي الحسابات الإسمية وهي حسابات المصرفات والإيرادات ولذلك تسمى بالحسابات المؤقتة هي تنتهي أو يتم إقفالها في نهاية السنة المالية في حساب ملخص الدخ على النحو الذي سيتم بيانه في الفقرات التالية فالحسابات الإسمية كما ذكرنا تتمثل في حسابات الإيرادات والمصرفات وتظهر في قائمة الدخ ويتم إقفالها بصورة دوري دفتر اليومية أو ما يسمى بضفتر القيد الأولي الذي يتم فيه تسجيل كافة المعاملات المالية والأحداث الأخرى التي تحدث في الشركة لأول مرة وتبوى بالعمليات في دفتر اليومية تبويبا زمنيا أي بحسب زمن حدوثها وبترتيب ذلك الحدوث يأتي بعد ذلك دفتر الأستاذ وهو الذي يتم ترحيل كافة العمليات التي تم إثباتها في دفتر اليومية يتم ترحيلها إلى دفتر الأستاذ مرة أخرى حيث يتم إعادة عرضها أو إعادة ترتيبها مرة أخرى فتبوب العمليات في دفتر الأستاذ تبويبا نوعيا وليس تبويبا زمنيا كما هو الحال في دفتر اليومي ودفتر الأستاذ يتضمن كافة الحسابات حيث يخصص لكل حساب في دفتر الأستاذ صفحة مستقلة ويضم دفتر الأستاذ ما يسمى بضفتر الأستاذ العام يضم حسابات الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات والمصرفات وأيضا هناك ما يسمى بضفتر الأستاذ المساعد والذي يتضمن التفاصيل الخاصة بأحد حسابات الأستاذ العام أيضا عملية الترحيل مصطلح الترحيل وذكرناه وهو يقصد به ترحيل العمليات التي تم إثباتها في دفتر اليومية أو في دفتر القيد الأولي إلى دفتر الأستاذ ثم ميزان المراجعة والذي يتم إعداده في نهاية كل فترة معينة وهو عبارة عن قائمة بكل الحسابات المفتوحة في دفتر الأستاذ والأرصد الخاصة بها قيود التسوية وهي قيود يتم إعدادها أيضا في نهاية الفترة المحاسبية وذلك لتحديث الحسابات على أساس محاسبة الاستحقاق أو أساس الاستحقاق وذلك حتى يمكن إعداد قوائم مالية صحيحة القوائم المالية تم التعرض إليها في الوحدة الثانية وهي تضم القوائم التي تعكس تجميع وجدولة وتلخيص البيانات المحاسبية وذكرنا أنها تشتمل على كل من قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وأيضا قائمة الأرباح المحتجزة هناك أيضا ما يسمى بقيود الإقفال وهي عملية تخفيض أرصدت كل الحسابات الإسمية التي ذكرنا أنها حسابات مؤقتة تخفيض أرصدتها إلى الصفر بمعنى إقفالها في حساب ملخص الدخل ثم تحديد صاف الربحة أو الخسارة وترحيله إلى حساب حقوق الملكي المدين والدائن المدين والدائن أو قاعدة القيد المزدوج هي قاعدة تحكم عملية إثبات المعاملات والأحداث الأخرى في دفاتر القيد الأولي وتعرف بنظام القيد المزدوج ونظام القيد المزدوج كما تم دراسته في السابق في الوحدة الأولى هو نظام يقوم على أن لكل عملية مالية طرفان أحدهما مدين والآخر دائن ولا بد أن يتساوى المدين مع الدائن قواعد المدين والدائن هناك مجموعة حسابات بطبيعتها مدينة مثل حسابات الأصول والمصرفات هذه الحسابات كما ذكرنا بطبيعتها مدينة إذا تم زيادتها تجعل مدينة كما هي أما إذا تم تخفيضها فيتم عكسها بجعلها دائنة ومن المعروف مثلا أن الأصول تزيد بشرائها فإذا تم شراء أصل والأصول بطبيعتها مدينة في هذه الحالة تجعل الأصول مدينة مرة أخرى بعملية الشراء لزيادتها أما إذا تم بيع جزء من الأصول والأصول بطبيعتها مدينة معنى ذلك أن الأصول التي تملكها الشركة أو المنشآت تم تخفيضها فيجعل أو تجعل الأصول التي تم بيعها دائنة في القيد المحاسب لتخفيضها بقيمة الجزء الذي تم بيعه وكذلك الوضع بالنسبة للمصرفات فالمصرفات عندما يتم دفعها هي بطبيعتها مدينة عند دفعها إذا المصرفات زادت تجعل مدينة كما هي على الجانب الآخر هناك حسابات بطبيعتها دائنة وهي كل من حسابات الالتزامات والإرادات وحقوق الملكية وهي حسابات كما ذكرنا بطبيعتها دائنة في حالة زيادتها تجعل دائنة كما هي وفي حالة تخفيضها يتم عكس القيد المحاسبي فتجعل مدينة لتخفيضها بقيمة الجزء الذي تم تخفيضه